صعوبان كبرى يخرج من شنطة السيارة ليهاجم المسافرين ثم يهاجم سائق السيارة الميكروباس هذا ما حدث في وقعة الطريق الزراعي بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 26 يونيو 2021 هذه الواقعة تسببت في وفاة خمسة أشخاص بينهم أربعة أشخاص من أسرة واحدة بداية الحادثة كانت بقرية الوفاء بقسمة عامرية ثانية الإسكندرية في الساعة الرابعة عصرا يوم السبت 26 يونيو 2021 جمعت الصدفة بين الفاج طه عبدالغفار وزوجته سندس نصر عيسى والمهندسة نشوى سعيد وخالتها المسنة الحج زينب ليستقلوا جميعا سيارة أجرى كان سائقها محمد عبد المجيد الذي أوصى شريكه في ملكية السيارة أن يرسل إليه ثعبان كبرى وذلك لاستخدامه في السحر والشعوذة هذا وفقا لما تبين فيما بعد ركب الأربعة في سيارة واحدة وتحركت بهم من موقف الأسكندرية لكفر الشيخ عبر طريق الزراعي وأثناء الرحلة تلقى السائق محمد عبد المجيد اتصلا هاتفيا من أحد الأشخاص وتبين أنه شريكه في السيارة للإطمئنان على ثعبان كبرى الذي طلبه منه فأخبره بأن الثعبان بخير وموجود بكرتونة داخل شنطة السيارة وأنه في الطريق إليها وأنه بمجرد الوصول من السفر اشترى له كبرى ليس لها مثيل وأخذ يعدد مزاياها ويطمئنه على نوعية الثعبان ويحذره بأن لدغته والقبر وفجأة بمجرد انتهاء المكالمة بين عبد المجيد وشريكه يخرج ثعبان الكبرى من محبسه ويزحف تحت فرش السيارة الميكروبوس ثم يخرج للسائق من دواسة البنزين ويهجم عليه فترك الأخير عجلة القيادة واستضمت السيارة بحاجز خرساني وبسيارة أخرى ما أدى لوقوع خمسة ضحايا بينهم السائق عبد المجيد وأربع آخرين من أسرة واحدة أيضا ضمت قائمة المتوفون الأب والأم الحج طه عبد الغفار طه والحج سندس نصر عيسى والمهندسة نشوة وخالتها الحج زينب نوار طبعا بمجرد وقوع الحادث يخرج ثعبان الكبرى من السيارة في محاولة للهروب وسط الهرج والمرج والدماء التي سالت إلا أن المواطنين انقضوا عليه وقتلوه بعد أن تسبب في رحيل خمسة أشخاص بينهم أب وأم لستة أطفال اشتركوا في القناة